اهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في هذه التعطية الخاصة طبعا في هذه الأجواء اللي كلنا بنعيشها والانخفاض الشديد في درجات الحرارة بيشعر البعض أحيانا ببرودة في الأطراف محتكين نعرف تفاصيل كثيرة هيكون معنا ضفنا دكتور أمجد الحداد استشاري المناعة والحساسية أهلا بحضرتك يا دكتور أمجد أهلا بحضرتك وأهلا بأستاذة مشاهدي اليوم السابعة أهلا بحضرتك طبعا طبيعي جدا أنه في هذه الأجواء الشتوية أننا نشعر بالبرد لكن بعض الأشخاص دون عن غيرهم يعني ممكن البعض يشعر ببرودة شديدة في الأطراف هل ده بيرجع لإيه الأسباب هل ده ضعف نقص في المناعة محتاجين نعرف من حضرتك خلينا نقسم الأشخاص اللي ممكن يكون عندهم شعور في الجهود على العام أكثر من غيرهم أولا مرضى الغضة الدراقية كوان كانت الغبوط حد فيها أو الديادة قد يشعر الشخص بنوع من البرودة الشديدة لأن الغضة الدراقية من المشهور عنها أنها تعتاد حرق الدهون وحرق الجسم وعوامل قيد بعض مرضى الغضة الدراقية قد يكون عندهم إحساس زائد بالبرودة عن قيرهم من المرضى الآخرين بالإضافة إلى مرضى بعض الأمراض المناعية الذين يشعرونها بمتلازمة تسمى متلازمة ترينوت اللي هو هذه متلازمة مناعية يكون هناك نوع من دي في شعيرات الدموية أو لواء الدموية الممتدة للأطراف الهدام والقدمين مما يقلل بالنسبة كميرا جدا من وصول الدم للأطراف وبالتالي لا يشعر هذا الشخص بسهولة بهذا التقص أو يشعر بزيادة في البرودة نظرا لعدم وصول الدم في الشتاء بيحصل نوع من انقباط الأوعية الدموية بهذا المرض المناعي وبالتالي لا يصل الدم إلى الأطراف بسهولة وبالتالي يشعر هذا الشخص ببرودة الأطراف بالإضافة إلى مرضى المناعية هناك بعض الأشخاص لديهم نوع من الانقباط في العواية الدموية بفضل الشتاء قصوصا بدون أن يكونوا هناك مشكلة مناعية كنوع من التهاب في الأوعيات الدموية التربية التي تمد الأطراف في الدم بالتالي يشعر هؤلاء المرضى بهذا النوع من البرودة المفرطة في فصل الشهر بعض هذه الأشخاص لديهم أحد الأمراض المناعية بعض هذه الأشخاص لديهم مشاكل في الأوعيات الدموية بعض هذه الأفراد لديهم مشاكل في الغد الدرقية مما يشعرهم بورودة التقس أكثر من غيرهم طب يعني هو الموطن يعمل إيه دكتور؟ المواطن العادي يعني حضرتك عارف طبعا المواطنين بيتعبنوا مع هذا الأمر لأنه شيء بسيط فمحدش عارف هو عنده مشكلة في الغداء الدرقية مشكلة في الأوعيات الدموية هل في أطعامه مثلا بيركز عليها أكتر؟ طبعا عارفنا أنه في بعض السلوكيات اللي بتكون خاطئة وبتسبب مشاكل فيما بعد مثلا ارتداء عدد كبير من الجوارب تقريبا أو استخدام المياه الدفئة طبعا يعني طلع كلام كتير الفترة اللي فاتت أن هذه العداد خاطئة طيب خليني بس نقول حدد الأول هل هي المشكلة بالفعل مشكلة مناعية بمعنى أنها مشكلة متكررة وهذا دي يؤدي إلى إزرقاق أو إزرقاق في الأطراف ولا لأ فده للأسف لاجب أن يتوجه إلى طبيب متخطط لعمل قصات اللازمة لتحديد نوع المرض المناعي المطبي وبالتالي أخذ العلاج اللازمة طيب كذلك مريض الغداء الدرقية لو كان عنده إحساس شديد بالحرارة أو إحساس شديد بالبرودة في تغيير الفصول يجب أن يتتجه وعمل قصات الغدى الدرقية طيب الفلات العامة اللي هي الناس في عدم تدفق الدم في الأطراف ده اللي ممكن لهم نصائح عامة إيه هي النصائح العامة اللي إحنا نقول لهم أولا تدفئة الأطراف جيدا ده يساعد بنسبة كبيرة جدا في وصول الدم إلى الأطراف وبالتالي عدم إحساس بالبرودة يبقى تدفئة الأطراف عن سريق لإستداء الملابس الحصنية أو الصوفية في الأطراف مثل الجوانسيات أو الشربات ده يساعد إلى وصول الدم التدفئة توسع الشعيرات الدموية والأوعاية الدموية بالتالي يصل بالدم إلى الأطراف هناك بعض العقاقير أيضا يتم أخذها مشهور عنها أنها تساعد بنسبة كبيرة جدا إلى تدفق الدم للأطراف وتوسع الشعيرات الدموية والأوعاية الدموية المستصلة بالأطراف وبالتالي يصل الدم إلى الأطراف بصورة جيدة جدا وبالتالي يحدث نوع من التحصف الثاني بالإضافة طبعا إلى التخزية الجيد سوائل الدفية ده يقسم بنسبة كبيرة جداً من الأطراف ودفء الأطراف بالإضافة إلى التدفع والتغذية هذه هي عناصر مهمة جداً والتشارة الطبيب في نوع المرض قد يكون مناعي بالفعل قد يكون غضية دراقية هي أحد ألف لول لهذا النوع من المرض الخصوصة في أبتداء طبعاً كل ده بيفضل معه كمان ممارسة الرياضة بالفعل الرياضة تنشط الدورة الدموية وتفاعد بنسبة كبيرة جداً إلى توصيل الدم للأطراف وبالتالي عدم الأحساب بالموضع الطقس بنسبة كبيرة صحيح دكتور أمجد الحداد استشاري المناع والحساسية جزيلاً شكراً لحضرتك على وجودك معنا وكل المعلومات التي تفضلت شكراً لكم يعني دي كانت كل التفاصيل الخاصة بسبب شكاوى بعض المواطنين بشعرين بجرودة في الأطراف طبعاً دون عن عغيرين زي ما قال دكتور أمجد لازم الفحوصات أولاً والاهتمام بالتغذية الصحيحة وكمان ممارسة الرياضة ضمتم في أمن الله ورعاياته شكراً لكم على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة